انا مية وستين صبية انا كنت الامير طبعا ملابس داخلية ما بعضها افضا اذا كان العرض كله الحضور كله نساء اوكي اه عرس الشاب فلان وفلان اوه اوه هذا كفر يا استاذ كرام النهاية الحكمية لنهاية العالم قربت كتير و انا اب نام مع بنتي 16 سنة عشد في لبناني صح عملت فيها هارون الرشيد صح جمعت لي هالنسوين كل احوالي ايه الله لا يحرمني ايام وعملت فيها زعيم صح صبية اللي بدك ايها حضرة 160 صبية ايه والله من عرضات الامير العرضات اللي كانوا عنها 160 صبية انت شو كنت عن تعمل معهم انا كنت الامير طبعا كنت الامير طبعا كنتوا تعرضوا اذياء بكذا دولة ايه بكذا دولة عرضنا وعرضنا بلبنان وعرضنا بسوريا بقصر العظم ليه ما في اذياء بسوريا ليش هالبلد هم لبنان بس لبنان بيدوروا عالكتف الراتب لبنان بيدوروا عالكتف الراتب بسوريا ما عنا هالأشياء هاي ما عنا لانا عملت عروض أزياء ما رجان القطن بحلب وعملت ما رجان عروض أزياء بقصر العدم لاحدة جمعيات الخيرية ما عنا ما عنا نحن عنا هون بلبنان اللي بيرود أزياء الشاب اللي بيرود أزياء يقولوا عنه شوي مخنص مو مخنص يعني طنط اللي أحكيه لك شاري هلأ كان أحمود جماء الله يرحمه وكان شاب أحلى من المنات إذا عايش الله يطولي عمره أصدق عارض أزياء كان عارض أزياء وإذا مات الله يرحمه أجمل من البنات سبحان الله يخلوه بس أنا الوحيد اللي كنت الوش آسي رجل يعني رجل يعرض أزياء صح بس يتقبل المجتمع عنه رجل عنده هيك شوارب عريضة زلمة يعارض أزياء وعم يتفتن أنا ما عم بعرض داخلي لا أنا بعرض ملابس ملابس داخلية ملابس داخلية ما بعرض كثير عرضوا علي طلع مثلا رحية طلع فلان وفلان وعرضوا صبايا طلعوا عرضوا نحن عنا بسوريا مستحيل يتم عرض داخلي عيدا أصدي أنا بلبنان في حرية أكثر من سوريا عنا بلبنان بسوريا ما بتقدر انت تعرض أزياء داخلي مستحيل ولا حتى أزياء مستحيل يسلحولك مستحيل يسلحولك مستحيل يسلحولك إلا إذا كان العرض كله الحضور كله نساء أوكي يعني جمعية عم تقول داعي نساء بس في عرض أزياء تياب داخلية للرجال ايه طبعا عرضوا كتير البرندات عرضوا كتير لحد الان عم بعرضوا مع مين اشتغلت من البرندات العالمية لا مش داخلي مش داخلي لما كان تعرض أزياء كان في أسماء مصممية لا كان نحن لبنانيات 160 بنت والإداريات وأنا أنا الوحيد رجل بيناتهم أحيانا أعرض معهم أحيانا لا طب واحد عاش بلبنان 16 سنة واشتغل بهالبلد يا أستاذ أحمر بيقول عن رجال وطنطات ونسوين وصحقية لحظة 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 أنا سمح لي بسيو كرام هون بلبنان في رجال ترفع لهم القبة وفي هون رجال ينحني لهم الجبين وفي هناك طنطات مثل ما فيه بسوريا في باقي الدول العرب فيه يعني فيه ناس مثل ما قولوا شباب هيك نعمين شوية عاملين طنطات بكل وطن العربي بكل وطن العربي فيه بسوريا موجودين بكل وطن العربي ببس بسوريا بسوريا ولبنان والأردن والجزائر والمغرب والمصر كله موجود بسو مشكلتك مع هالجنس التالتين انت حتى رافض المثلية الجنسية أعوذ بالله هذا كفر عم يتزوجوا هذا كفر الأمريكا مرحب طلع بيان هون بلبنان بيتزوجوا شفتوا أنا شفتوا أنا دعيت أنا دعيت لعندي فيديو كمان بعتولي أنا دعيت وأنا أحضر عرص الشاب فلان وفلان عوذوا هذا كفر يا أستاذ كرام هذا كفر معناته ما عم بيحصل هذا الشيء في هذا الوطن أو بأي وطن آخر معناته حط ببالك أنه النهاية الحكمية لنهاية العالم قربت كثير آخر زمن طبعا آخر نهاية العالم هذا هذا أنه أنا لما بدي أنا العفو نام مع أمي أعوذ بالله من الشيطان هذا كفر 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 أو أتزوج أختي أو أنام مع أختي كفر هذا أو أنا أب نام مع بنتي شو الحكي هذا هذا كفر كفر لذلك نهاية العالم خادم لأنه أوروبا مشت الأمور هلا الآن عمره عشر سنين لبنت في أوروبا بدأ تشوف أفلام فيديو جنس سيكس بدأ تشوف بس نحن مثلا فيه أشخاص بيحضروا أفلام إباحية بس مش أنه يا أخي هاي خصصيتك زلمي وزلمي مره ومره لا 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 أنثى وذكر بينحضروا بينحضروا أوكي بس رجل مع رجل أو أنثى مع أنثى يعني شيء مؤرف